عبر الأقمار الصناعية من درعة مراسل الأخبار الآن في درعة واريفة محمد الحوراني محمد مسأل خير بالبداية حمد الله على سلامتكم طبعا أمس تهدفتم بتفجير ماذا حدث؟ مسأل خير ميسون نعم عندما كنا بمحيط بلدة محجة حيث تشهد لليوم الثالث على التوالي معارك في تلك المنطقة قمنا بالذهاب لتقطيع تلك المعارك تم استهدافنا ببرميل متفجر وأيضا بصواريخ الميك من قبل طائرات السورية المنطقة كانت تشهد قصف عنيف من قبل قوات النظام في محاولة لها باستغلال وقف إطلاق النار المتفق عليه في سوريا بالتقدم إلى قرى بلدات اللجاة وأحكام السيطرة على بلدة محجة المتاخمة إلى الأسراد الدولي درعة حيث أن رئيس الفرد الأمن العسكري في درعة أرسل رسالة إلى أهالي محجة بطلبهم للمصالحة الشاملة وتسليب المشقين عنه حيث رفضت بلدة محجة هذا الطلب فأحكم الحصار عليها وأعلن الحرب عليها في أيام الهدنة توجهت فصال الثوار في جبهة الجنوبية إلى تلك المنطقة لتخفيف الضغط عن محجة ومجيدل ومنطقة الوردات شرقية منطقة الأجهة أي تطورات أيضا إضافية على ما ورد في تقريرك طبعا تبعنا تفاصيل أوردت بتقريرك عرضناه وماذا يقول الثوار أيضا فيما يتعلق بالتقس محمد إلى أي درجة هم متحضرون مسبقا لموضوع التقس وما ممكن أن يعيقوا بتحركاتهم على الأرض خاصة أنا أعتقد اليوم نتحدث عن ثلوج صحيح في لبنان هناك ثلوج نعم يسون اليوم الجو تقلب بشكل مفاجئ حيث سقطت الثلوج في محافظة القنيطرة وكانت الريع في محافظة درعة الجدير بالذكر أن منطقة الأجهة هي منطقة وعرة صخرية هناك أبناء المنطقة يدركون أهمية وجغرافية المنطقة ويثقون بعدم التزام النظام حسب ما قابلنا الثوار هناك عند إعداد هذا التقرير أنهم كانوا يأخذون احتياطاتهم لخشية أن قوات النظام تقوم بخرق الهدنة كما فعلت سابقا بإحراز تقدم إلى تلك النقاط التي يسعى النظام منذ أن فقد سطر عليها أن يستعيدها الثوار اليوم في منطقة اللجاء يثنون على التزامهم بالهدنة ولكن لهم الحق المشروع في الدفاع المناطق سيطر عليها سابقا ويحاول نظام التقدم إليها وذلك حسب تصريح حتى بموضوع المحاجر الثوار قالوا بأن النظام بهذا يستغل موضوع الهدنة يعني بعد هذا اليوم الثوار غير موضوع يحق لهم دفاع المناطق التي تسيطروا عليها يتحدثون ما زالوا أيضا عن هدنة الثوار في الجبهة الجنوبية وبالتحديث في محيط بلدة محاجر ومنطقة اللجاء هم يعتبرون أن النظام هو من هجم عليهم ولهم الحق بالرد عليه وأعلنوا تلك المعركة في تلك المنطقة لعادة النظام إلى مراطق التي كان يستغل عليها والحفاظ على مواقعهم وتخفيف الضغط على بلدة محاجر التي لليوم في الأسبوع الثالث هي محاصرة بشكل كامل من قبل قوات النظام فلا مواد غذائية تدخل إلى تلك البلدة ولا مياه ولا كهرباء ولا محروقات في ظل برد قارص هذه السنة فأغلقت أفران محاجر فالثوار يسعون إلى فتح الطريق إلى تلك البلدة حتى يدخلوا إليها المساعدات الطبية والمساعدات الغذائية أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من درعة مراسل الأخبار الآن بدرعة وريفها حوراني شكرا محمد